تعالى اقول لكم اخبار النادي الاهلي لغاية لما جلنا شريف شعبان عشان يطمننا على التدريب اللي اقيم منذ قليل جاهزولنا رجالة شريف شعبان الاهلي بيتدرب على ملعب المباراة اليوم وبكرة يعني كابتن سيدة عبدالحفيز كان يستأذن من او خد اذن المسؤولين النادي كانوس بورت الغيني علشان نتمرن على الملعب اللي جلته طبعية النهاردة وبكرة ان شاء الله قبل المباراة اللي هتقام فيه الخامسة مساء بتوقيت غنية والسادسة مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله كل التمنيات بالفوز النادي الاهلي وده عرض مقنع وممتع بإذن الله يعني فيه ظل التغييرات الجديدة فيه الجهاز الفني ان شاء الله يظهر على احسن ما يكون زي ما احنا متوقعين واكتر بكتير كمان قلت لحضراتكم ان الكابتن سيدة عبدالحفيز كان تفاوض مع مسؤولي نادي الغيني بعد ان احنا تمرنا طبعا في ملعب نجيل صناعي عايزين تمرنا في ملعب نجيل طبيعي والناس طبعا قبدوا موافقتهم ودي حاجة كويسة جدا 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 كمان سيدة عبدالحفيز مدير الكرة او كابتن سيدة عبدالحفيز مدير الكرة بيقول البداية قوية في الدوري وتركزنا الآن على كانوس بورت طبعا كلام عقلاني جدا مش عايزين بقى نشغل نفسنا بالدوري بمبارياته ان البطولة الافريقية لها اولوية مميزة عند جمهي النادل آلي علشان كده شايفين طبعا كان تدريب ده اعتقد ده كان تدريب خفيف بعد الوصول في اي ملعب او اي نجيلة طبيعية احسن بكتير من ان انت تمرن في نجيلة صناعية كابتن سيدة نرجع تاني الخبر بتاعنا بيتكلم ان احنا تركزنا كله على مباراة افريقيا يوم السابت ان شاء الله كانوس بورت بعد ما نخلص مباراة افريقيا نبدأ نبص المباراة اللي بعدها ودي عادة النادل آلي نهو بيبص مباراة بمباراة نخلص ماتش نبص على الماتش اللي بعديه مباراة السوبر مش عايزين نتكلم فيها اصلا لغاية لما تيجي وقتها كل مباراة مهمة عندنا افريقيا عايزين نستعيد العرش الافريقيا وان شاء الله ان شاء الله نستعيده مرة تانية او مرة تسعة كان كل الكلام الكابتن سيدة عبدالحفيز بخصوص الكلام اللي بتكلمته مع حضراتكو كده عمتا يعني ان احنا نركز بقى في مباراة كانوس بورت عندنا مباراة مهمة عندنا البطولة الافريقية بطولة مهمة جدا وقوية جدا ومطلب الجمهير الاهلوية مطلب النادل الاهلي كمان وقدرته عشان كده خلينا ندي كل الاولوياتنا للبطولة الافريقية بعد كده نشوف جدول الدوري العام ونشوف مباراة السوبر باذن الله الاساسة انديل عضو مجلس ادارة نادل الاهلي ورئيس البعثة بيشكر رجال المقاولون العرب مش غريبة بصراحة على رجال مقاولين العرب كلهم في اي مكان دايما بيسندوا نادل الاهلي في اي معسكر او اي دولة هو بيروحها بيكون متواجد فيها المقاولين علشان كده كان الاساسة انديل كان حريص جدا على شكرهم شكر جزيل مهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولين العرب اللي اصدر تعليماته للمهندس علاء عامر مدير مكتب الشركة بغنية وسيد ادم مدير المالي القويان ببازل كل الجهود من اجل راحة البعثة منذ وصولها الى مطار ملبو ده كان نص الخبر كمان اكدوا كمان باسندلالي ان الامر مش غريب على شركة المقاولين العرب وليهم كمان يعني فيلر حطلهم برنامج تدريب خاص برنامج بيبقى هدفه الاستشفى تعارفين هم راجعين من مباريات دولية كان البرنامج ده هدفه الاستشفى تمام كمان فيلر بيحدد البرنامج الغذائي اللعيب النادلالي في غنية الاستوائية طبعا مش هو اللي بيحدده هو طبعا بيشوف اخصائي التغذية اللي هو الدكتور هاني واهبة مع الشيف محمد الدالي المرافق لبعثة النادلالي في غنية الاستوائية بقعد يشوف اللعيب هتاكل ايه هتشرب ايه شكل الاكل ايه ايه اللي ممكن نعمله دكتور ممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا مفيد للعضلات مفيد الاستشفى الاكل الاكل بقى مهم جدا وعنصر اساسي في لعبة كرة القدم بقى طبعا لازم يبقى فيه اهتمام من كل الاندية طبعا الناد الاهلي طبعا بيبديد اولوياته لكل الجديد في كل حاجة تمس كرة القدم سعد سمير ومحمد محمود النجوم النادل الاهلي تدريبات تقلية مكسفة للسنائي تحت اشراف كابتن طارق عبدالعزيز في التتش عارفين محمد محمود لعيب كبير جدا سعد سمير لما بيركز بقى لعيب عالي جدا جدا بتبقى انت متطمن وسعد سمير في الفورمة بتاعته مع بقية نجوم الفريق كمان محمد محمود كل الناس مستنية ظهوره مرة تانية بعد الاصابة العينة اللي كانت فيه الرباط الصليوي لهذا النجم ان شاء الله يعود ويعود بقوة اكتر مما كان عليه كمان نجم كريم ندفد نجم النادي الاهلي بيؤدي تدريبات ايضا استشفائية وكان فيه جلسة في الجيم تحت قد كابتن طارق عبدالعزيز ايضا في ملعب التتش عارفين ان كريم كان جاله غدروف وخضع الجراحة في المانيا ان شاء الله يرجع ويرجع بسرعة جدا جدا